السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مرة أخرى في درس جديد من سلسلة دروس المفيد في الرياضيات للقسم الأول وهذه المرة آخر درس من الكتاب المدرسي الدرس رقم 32 قراءة الساعة دون دقائق ننمع لإنزج الأنشطة المقترحة في الدرس نشاط نفهم ونطبق نكمل بكتابة التوقيت ورسم العقارب ثم نرتب الأحداث حسب تسلسلها الزمني كما تلاحظنا في الصورة هناك مجموعة من الساعات إذن هذا النوع من الساعات نسميه ساعة دات عقارب ساعة دات عقارب إذن فيها عقربان واحد صغير ثم واحد كبير هنا الصغير ملون باللون الأخضر ثم العقرب الكبير ملون باللون الأصفر أو اللون البني إذن العقرب الكبير إذن بالنسبة لنا نحن في المستوى الأول سنقوم بقراءة الساعة التامة إذن نسميها الساعة التامة ما معناها؟ يعني عندما يكون العقرب الكبير في العدد 12 تذكروا جيدا العدد 12 فقط نقوم بدراسة الساعة التامة هي التي يتواجد فيها العقرب الكبير في الرقم 12 بينما العقرب الصغير يغير مكانه من 1 إلى 12 إذن هذه هي التي نسميها الساعة التامة جيد الآن لنبدأ لاحظوا جيدا هذه الساعة الموجودة في اليمين إذن كم الساعة؟ كم الساعة؟ إذن الساعة الرابعة العقرب الصغير يوجد في الرقم 4 نقول الساعة الرابعة تماما الساعة الرابعة تماما ثم نحولها إلى الساعة الإلكترونية الساعة الإلكترونية إذن تعرفناها جيدا هي التي تتواجد في الهاتف النقل وتكتب على هذا الشكل نفس العدد الذي يشير إليه العقرب الصغير نكتبه العقرب الصغير يشير إلى 4 هنا نكتبه 4 العقرب الكبير يشير إلى 12 هنا لن نكتب 12 خطأ يجب أن نكتب الصفرين معا إذن مكان 12 نكتب صفرين معا إذن بالنسبة لماذا نكتب الصفرين؟ إذن هذه الأشياء هذه أو هذه المعلومات لن تتعرف عليها سوى في المستويات القادمة إن شاء الله إذن فقط تذكروا بأننا لن نكتب 12 يجب أن نكتب الصفرين صفرين متتابعين لماذا لا نكتب الصفر واحد؟ لا نكتب صفرين متتابعين ونقول الرابعة تماما الرابعة تماما جيد الآن ننطلق إلى الساعة الثانية انظروا الساعة الإلكترونية مكتوب فيها التامنة تماما ها هي التامنة تماما إذن أين هو العقرب الصغير؟ العقرب الصغير هو الذي يشير إلى التامنة والعقرب الكبير إذن لن يشير إلى صفر لأن صفر أو صفرين لا يوجدني في هذه الساعة يعني ذات العقارب لا يوجد فيها صفرين إذن هذه الساعة كما تلاحظوا لا يوجد فيها صفرين إذن مكان الصفرين سنكتب 12 إذن يشير العقرب إلى 12 عشر جيد إذن سنرسم الآن العقارب ها هو العقرب الصغير في الثامنة ثم العقرب الكبير الآن سنكتبه الجهة الثانية عشر إذن هذه هي الثامنة تماما إذن سنقوم الآن بحدف هذه الأشياء التي أضفناها نعم الثامنة تماما إذن تذكروا جيدا الساعة الثالثة الآن ننطلق إلى الساعة الأخرى إذن كم الساعة؟ الساعة السابعة تماما إذن لاحظوا العقرب الصغير يوجد في السابعة والعقرب الكبير دائما إثنى عشر إذن ونكتب السابعة تماما ننطلق الآن إلى الساعة الأخرى الساعة العاشرة تماما العقرب الصغير في العاشرة ثم العقرب الكبير في إثنى عشر وأخيرا كم الساعة هنا؟ إذن العقربين معا يوجدان في إثنى عشر لاحظوا جيدا العقربان معا يوجدان في 12 إذن هنا سنكتب 12 ثم 00 إذن الثانية عشر نقول الثانية عشر تماما جيد الآن بعد أن قمنا بتحديد التوقيت سنرتب هذه الأحداث إذن قبل ذلك سنقوم بمسحة الأشياء التي أضفناها إذن سنحدد الآن سنرتب التوقيت ما هو أول توقيت ابتداء من الصباح ثم الذي يليه إلى أن ننتهي جيد الآن نبدأ بأول توقيت لاحظوا جيدا أول توقيت هنا هو السابعة السابعة لماذا؟ لاحظوا فوق السابعة هناك وجبة الفطور إذن عند الاستيقاظ من النوم نتناول وجبة الفطور السابعة صباحا من بعد السابعة التامنة ولكن هل نتناول شيئا في التامنة صباحا؟ بالطبع لا في التامنة صباحا نذهب إلى المدرسة إذن لن يمكن أن نتناول أي طعام في المدرسة إذن هذه التامنة ليست التامنة صباحا وإنما التامنة مساءا هذه التامنة مساءا تامنة ليلا إذن سنتركها حتى نعود إليها لاحقا نعم إذن السابعة ثم العاشرة من بعد التامنة إذن توجد التسعة إذن التسعة غير متوفرة هنا ثم العاشرة ها هي العاشرة جيد إذن وقت الاستراحة العاشرة هي وقت الاستراحة في المدرسة ماذا تتناولون في المدرسة؟ طبعا تتناولون يعني ياغوت أو حلويات إذا كنتم في المدرسة أو إذا كنتم في المنزل فإنكم تتناولون يعني وجبة خفيفة جدا بعض الياغوت أو بعض الحلويات إلى غير ذلك ثم من بعد وجبة العاشرة لمن يتناولها الآن وصل وقت وجبة الغداء الثانية عشرة إذن ها هي وجبة الغداء فيها فواكه ولحم وخطر إلى غير ذلك ثم من بعد وجبة الغداء الثانية عشرة لها الواحدة الثانية الثالثة ثم الرابعة ها هي الرابعة عندما نتناول الياغوت كذلك أو بعض الفواكه ومن يتناول الشاي إذن هذه هي لمجة المساء وأخيرا خامسا هذه هي وجبة العشاء وصلنا إليها أخيرا في الثامنة ليلا إذن هذا وجبة العشاء نتناول فيه يعني شربتان أو يعني بيضا أو إلى غير ذلك إذن هذه هي وجبة العشاء قبل الذهاب إلى النوم جيد إذن وبهذا نكون قد رتبنا هذه يعني الأوقات الآن تمني رقم واحد أرسم العقرب الناقص جيد إذن ننظر إلى الساعة الإلكترونية الساعة الإلكترونية عندنا الثانية تماما الثانية تماما في الساعة الإلكترونية إذن العقرب الكابير يوجد في 12 ها هو إذن 12 في الساعة ذات العقارب يوافقه صفر في الساعة الإلكترونية إذن ينقصنا فقط أن نضيف العقرب الصغير إلى 2 الساعة الأخرى العاشرة إذن عندنا العقرب الصغير ينقصنا ماذا؟ العقرب الكابير العقرب الكابير يعني الثانية عشرة في الساعة ذات العقارب ولكن في الساعة الإلكترونية صفر وهنا كذلك ها هي الثالثة العقرب الصغير إذن ينقصنا العقرب الكابير سنكتبه في الثانية عشرة جيد التمرين الثاني أكتب التوقيت تحت كل ساعة إذن هناك مجموعة من الأوقات المشجلة في الساعات ذات العقارب سنحولها إلى ساعة إلكترونية إذن الساعة الأولى العاشرة تماما ثم الساعة الثانية الثامنة تماما ثم الساعة التالتة يعني الساعة التالتة تماما جيد إذن الفرق ما بين الساعة الإلكترونية والساعة العادية والساعة ذات العقارب أنه بالنسبة للساعات ذات العقارب إذن لا يمكن أن نحدد التوقيت بالضبط هل هو توقيت المساء أم توقيت الصباح بالنسبة للتامنة هل هي التامنة صباحا أم التامنة مساء السابعة صباحا أم السابعة مساء لكن بعكس الساعة الإلكترونية إذن الساعة الإلكترونية تمكننا من تحديد التوقيت المناسب يعني هل هو للصباح أم للمساء إذن وهذه الأشياء سنتعرف عليها يعني تتعرفون عليها في مستويات قادمة إن شاء الله الآن التمرين الآخر أطبق وأتدرب ألاحظ وأكمل إذن نفس التمرين هنا نفس التمرين نقوم فقط بتحويل هذه الساعة الإلكترونية يعني التوقيت الموجود على الساعة الإلكترونية إلى التوقيت الموجود على الساعة العادية ها هي إذن نرسم فقط العقارب العقرب الصغير في العاشرة أو العقرب الكبير في الثانية عاشرة هنا سنحول الثالثة تماما إذن إلى الساعة الإلكترونية هنا السادسة إذن صفر الصفرين يعني العقرب الكابير لا توجد في الساعة العقارب إذن موافقها هو 12 ثم السادسة يعني العقرب الصغير هو تعرفونه جيدا هذا هو مكانه نفس الشيء هنا التسعة تماما ثم بالنسبة للساعة الأخرى نرسم العقارب العقرب الصغير 7 ثم العقرب الكابير في 12 التمرين الرابع نفس الشيء أقوم بتحويل إذن هذه الساعة الإلكترونية أقوم بتحويل الوقت الموجود في الساعة الإلكترونية إلى توقيت الموجود في الساعة العادية إذن سعدة العقارب التسعة تماما هنا الثامنة تماما ثم هنا السابعة تماما إذن نفس التوقيت الموجود في الساعة الإلكترونية أحوله إلى التوقيت الموجود في الساعات العادية جيد الآن نشط معجمي الساعة هي الساعة الآلة التي تحسب التوقيت ساعة واحدة من الزمن العقرب هو العقرب الموجود خلال الساعة نعم الآن ننطلق إلى التمرين الخامس إذن أكتب التوقيت تحت كل ساعة نفس الشيء بالنسبة التمرين السابقة فقط يختلف شكل التمرين إذن هنا الساعة كم الساعة هنا الموجودة في اليمين لاحظوا العقربين معاني يوجدان في العدد 12 إذن هنا سنكتب 00 بالنسبة للعقرب الكبير وهنا سنكتب بالنسبة للعقرب الصغير لا نكتب 00 هذا ممنوع إذن نكتب فقط العدد المشرئي يعني 12 إذن بالنسبة للعقرب الصغير 12 وبنسبة للعقرب الكبير صفرين معاني نعم إذن هنا نقول التانية عشر تماما ولكن بالنسبة للساعة العادية لا نعرف أم الثانية عشر صباحا أم الثانية عشر ليلا ثم الساعة الأخرى إذن نفس الشيء العاشرة تماما ها هو العقرب الصغير ثم هنا العقرب الكبير العقرب الكبير الثانية عشر في الساعة العادية وهنا نكتب صفر صفر نفس الشيء بالنسبة للساعة الأخرى إذن العقرب الكبير صفر صفر ثم العقرب الصغير الثانية أو يشير إلى الساعة الواحدة العقرب الصغير يشير إلى الساعة الواحدة وأخيرا الساعة الأخرى الساعة كم الساعة السادسة السادسة تماما إذن ها هو العقرب الصغير يشير إلى السادسة ثم العقرب الكبير يشير إلى الثانية عشر في الساعة العادية وفي الساعة الإلكترونية نكتب صفر صفر بالنسبة للثمانين السادس إذن أصل كل توقيت أو أصل الساعتين التي تنشرني إلى نفس التوقيت الساعة العادية والساعة الإلكترونية إذن هذه الساعة الصفرة ساعة ذات العقارب إذن كم الساعة إذن الثانية إذن هذه الثانية ثم الثانية في الساعتين معا الأخرى تشير إلى الثالثة والأخرى تشير إلى الثانية عشرة إذن الساعة ذات العقارب ثم الساعة الإلكترونية التمنين السابع أكتب التوقيتين ثم أصل كل بنتين أو أصل كل بنتين بالساعة المناسبة إذن هذه الفتاة تنام والفتاة أخرى تذهب إلى المدرسة هي نفس الفتاة تذهب إلى المدرسة إذن متى تنام الفتاة؟ هل في الساعة الثانية عشرة؟ إذن هنا الساعة الثانية عشرة أو الساعة التاسعة إذن كما قلنا سابقا المشكلة في هذه السعادة العقاربة هو أننا لنعرف التوقيت بالضبط من النهر هل هو تعني في الصباح أم في المساء نعم إذن ماذا سنقول؟ سنحاول أن ندور إلى الصور إذن متى تخرج الفتاة من المدرسة؟ طبعا الفتاة تخرج من المدرسة في الساعة الثانية عشرة إذن لا نخرج من المدرسة في الساعة التاسعة والنوم إذن الفتاة هنا تنام ليلا في الساعة التاسعة إذن سنصلها هنا في الساعة التاسعة ثم الفتاة تخرج من المدرسة في الساعة الثانية عشر ثم من بعد سنكتب التوقيتين نحولهما إلى التوقيتين إلكترونيين يعني نكتبه على شكل الساعة الإلكترونية نمر الآن إلى نشاط أقوم متعلوماتي إذن التمرين تمانية أصير كل صورتين بالتوقيتين المناسب إذن نلاحظ صورة الفتاة إذن هذه الفتاة ماذا تفعل؟ إنها تفطر إذن هذه هي وجبة الفطور لاحظوا جيدا كيف نعرف أنها وجبة الفطور لأن فيها كأس كؤس القهوة والحليب ثم يعني جبن خبز يوغورت إذن هذه الأغنية نتناولها في وجبة الفطور إذن ماذا تناول في وجبة الفطور؟ هل في الساعة السابعة صباحا في الساعة السابعة كما تلاحظ العقرب الصغير في السابعة أم في الساعة الحادية عشر إذن تلاحظون العقرب في الساعة الحادية عشر نعم إذن سنقوم بكتابته مرة أخرى بطريقة جيدة إذن نمسح هذا ثم نكتبه بطريقة جيدة إذن الساعة الحادية عشرها هي جيد إذن بالطبع الفطور يكون في الساعة السابعة صباحا الآن نلاحظ الصورة الثانية إذن الفتاة هنا تدخل إلى المدرسة إذن هذه القسم أو الصبورة إلى غير ذلك إذن متى ندخل إلى المدرسة أو إلى القسم في الساعة الثانية عشر أو في الساعة الثامنة صباحا طبعا إذن ندخل إلى المدرسة في الساعة الثامنة صباحا جيد تمرين تسعود أصير كل صورة بالتوقيت المناسب إذن هنا لدينا ثلاث صور وتلات يعني توقيت مختلفة إذن الفتاة تنام أو الولد أو إذن الولد ينام ليلا إذن أي الساعتين يعني أو أي الساعة أو أي التوقيت من هذا يعني التوقيت الصحيحة أو التوقيت الصحيح من هذه الأوقات المقترحة هنا في الساعة إذن بالطبع النوم سيكون في السابعة ليلا لا سيكون في العاشرة ليلا أم سيكون في الثانية عشرة إذن مشكلة هنا كما قلت سابقا في الساعة عدة العقائب هو أننا لا نعرف التوقيت هل هو توقيت النهار أم الليل إذن بالطبع سنقوم الآن بتقدير وسيكون بأنه الوقت هنا سيكون هو العاشرة إذن الولد سينام في العاشرة ليلا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتغدى في العاشرة ولا يمكن أن نستيقظ في العاشرة إذن النوم سيكون في العاشرة ليلا الآن هنا وجبة الغداء طبع يعني وجبة الغداء هو في الثانية عشر إذن هذا توقيت الغداء معروف وأخيرا يستيقظ الولد في الساعة السابعة صباحا ليتناول فطوره جيد إذن وبهذا نكون قد أنهينا الأنشطة المقترحة بنسبة هذا الدرس شكرا على حسن تتبعكم وإلى اللقاء في درس المقبل إن شاء الله